يلا فيديو جديد هنعمل مع بعض النهاردة وصفة حلوة قوي بنشروها بالغالي تبلي نشروها بالغالي وإحنا في إيدينا نعملوها وتطلق أحلى من اللي برة كمان هنعمل مع بعض الدنش بطريقة سهلة وبسيطة وبنص كيلو من الدقيق هيطلع لي كمية وفيرة هتعملي كمية حلوة قوي هاتكلي وتفرعها عالجيران وتدي لولادك وبصي أحلى من اللي برة ميت مرة هنعملو كله بنص كيلو من الدقيق الكيس ده كيلو لكن هاخد بس نصه ممكن تكون إيدي خانتني يعني أخدت حاجة بسيطة زيادة لكن زي ما انتو شايفين المكونات بتحتي بقى معلقة من الخميرة معلقتين من اللبن البودر اللبن البودر بيدي تراوى لأي معجنات لكن مش عندك بلاش خالص هقولك إيه تاني البديل ربع معلقة من البكنج بودر معلقتين من السكر وبيضة واحدة بس حطيت عليها خل وفانيليا ورشة من الملح تب إيه بديل اللبن البودر بجيب لبن من قبلها بيوم وبدفيه زي دمع العين وبسيبه على البتو جاز وتقومي تاني يوم يعني هنا قط العصر فبتلاقيه رايب زي ما انت شايفة كده ده اللي يخليلك أي معجنات طرية كده وزي الفل لاش الرؤاء زي ما كنت عاملين برح هو يعني سر طراوته في اللبن الرايب أي معجنات حطي فيها اللبن الرايب يعني بص يا هتلاقيها كده طحفة وكلها طراوة النص كيلو اللي دي أخد معي كوباية ونص بالزبط من السوين يبقى النص كيلو أخد معي كوباية ونص لأن الكيلو بياخد ثلاث كوبايات على حسب نوع دي اللي انت بتستخدميه أول ما لقيته طري ويعني زبط كده في السوين نزلت بمعلقتين كبار من الزبدة أول ما هيتلم النور بقى للأسف هنا كده هيقطع يعني أنا هلمها بس خلاص هي كده خلاص خلاص في الحل بتاعت العجان حطيت زيت وبصوا بقى على جمال العجين طحفة 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 طرية ومش بتلزق في الإيد ولا أي حاجة خلاص كده مظبوطة أنا عاوزاه كده هتحطيها بقى في العجان وهتسيبيها لحد ما تخمر يعني النور قطع كنت خلصت الغداء وقلت يعني أنا هستنى النور هيقطع الساعة 4 ويجي الساعة 5 قلت لأ أعجل بسرعة ده كان فضل 10 دقيقة والنور يقطع خلصتها الحمد لله هسيبها بقى لحد ما النور يجي وتكون خمرت كده واشكلها يعني ده اللي خليني عملتها بسرعة وعارفة ان النور هيقطع في الوقت ده النور جي والحمد لله لقيتها زي ما انتو شايفين كده هبدأ بقى أعملها هشكلها بسهولة خالص طب إيه اللي هيخليها هتورق كده النشا بجيب نشا هي العجينة مش محتاجة أي حاجة لكن بحطي نشا علشان أنا عاوزها هتورق ثالثة معي هي مش عايزة نشبه ولا حاجة لكن هفرده علشان تكون كلها سوى وحد العجينة ثالثة معي علشان خدمتها كويس عجيني العجين كويس وواحدة وواحدة كده والله من غير عجين ولا حاجة هتطلع معاك مظبوطة معايا زبدة أي نوع زبدة بقى موجودة عندك بجيب البواكة دي من فتح الله زي ما قلتلكم لكن هي خلصت من عندي بصراحة فنزلت بنتي جابت المكعب ده من تحت فرن فهبدأ بص يعني هي كمان المفروض تكون بدرجة حرارة المطبخ هي يعني لسه متجمدة شوية فكل ده مش مشكلة بصي فرتها كده وحطيت نشا النشا اللي هيخليها تورق معاك وتكون كويسة يعني النتيجة اللي انت هتشوفيها دي السر في الزبدة وفي النشا هتقولي لي احط سمنة مفيش بديل هي الزبدة اللي هتديك التورقات هبدأ قتنيها زي ما انت شفتوا كده وحط زبدة تاني لو انت هتعملي كده يعني حاولي تطلعي الزبدة برا يعني برا التلاجة بدري شوية عاوزيها تكون طريعي علشان تكون سهلة معاك بعد ما فردت الزبدة هبدأ احط تاني نشا ويعني هعملها زي الظرف هقفلها زي الظرف شايفين كده هحط تاني زبدة وهحط نشا كل ما بتقطري التورقات او التانيات هتبصت لها مورقة معاك بزياد خلص كده هقفلها بقى هي الزبدة عندي اساسا متجمدة شوية من السيحة فمش هدخلها التلاجة لو الزبدة عندك سيحة دخلها التلاجة لمدة عشر دقيقة او في الفلزة لمدة عشر دقيقة وطلعيها هتبصت لها يعني تمسكت حلوة هتساعدك في الفرد لكن انا عندي زي ما انتوا شايفين الزبدة متمسكة خالص والجو كمان سيحة يعني هبدأ افردها على طول والله مش محتاجة نشبه ولا اي حاجة لكن زي ما قلت لكم بحاول افردها علشان تكون كلها سوى واحد مشروع حلوة اوي لو انت عاوزة تعملي مشروع من البيت والله سهل جدا مش هياخد منك مجهود ولا هياخد منك وقت وهيطلع لك كمية وفيرة يعني كمية كتير اوي شوف انت بتشتري القطع مبرة بكامل وطبعا عمرها ما هتطلع بالنظافة وبالحلوة اللي انت عاملها بعد ما فرتها زي ما انتوا شايفين بقية قطعها عندك بقى بالسكينة هبدأ قطعها مربعات كده انا بعملها في البيت لولادي فالحروف مش بسويها انت طبعا لو شغل برة بتسويها وجبت كمان كريز هبدأ اخدها واقسمها يعني انا هوسع لنفسي دلوقتي هجبلكو كمان القمرة من قريب بصوا شكلها يعني بصي شكلها عامل ازاي بصي المقاس بتاحها كمان المقاس ده مظبوط اوي انت تسيبيه هتبدأ يتقطعها كده من الحروف وتاخدوا كل جنب كده شايفين اهو يعني متهيقلش يعني الشكل واضح اوي بالشكل ده طلعت معايا وردة بسهولة ومن غير اي حاجة بتحطي بقى كريز وبتقفلها عليه شايفين عاملة ازاي سهلة اوي والنتيجة شكلها حلو ولادك هيفرحوا بيها مش هتاخد منك سويني هعمللك كمان واحدة يا سهلة يعني ما تقوليش دي صعبة ولا حاجة لأ واحدة واحدة كده ان شاء الله هتعمليها وهتطلع مظبوطة معاك على طول بتبدأ تاخديها ومن الحروف اربع تربع وبتاخدي كل جنب اهو يعني كل اول واحدة من الجنب التاني خلاص انت دي تانيتها بتاخدي بصي اهي بتبقى عاملة زي المروحة كده وبتحط الكريز بيمسكها اهم حاجة ان انت تضغطي من عند الكريز كده كويس اوي علشان ما تفكش منك وكمان بعد ما تخمر وانت بتدخلها الفرن اضغطي ضغطة كده كويسة علشان تمسك كويس اهم حاجة القفلي ده يكون متماسك بس كده هسيبها ترتاح اه ولحت الفرن وطفيته ودخلتهم في الفرن وسبتهم خمس دقايق لقيتهم زي ما انت هتشوفهم دلوقتي نفشوا بقوا حاجة كده تحفة استواتحهم ازاي بقولع الفرن من تحت اه مش بقولعهم من الشوية خالص غير لو احتاج من الشوية شايفين هنا بعد ما خمروا يعني كده خمروا التلاتة دول خمروا لكن الصينية لسه مخلصات دلوقتي اسوي الاول التلات سجان هتكون هي كمان خمري فكرة حلوة قوي ان انت تولع الفرن يسخن جامد وطفيته وحطي اي حاجة عايز اتخمرها فيه بسويها ازاي بقولع الفرن من تحت على اعلى درجة موجودة عندي وبحطها على الشباب لو الفرن عندك مش بيوزع الحرارة كويس ممكن تولعي الشوية انا بصراحة ماولحتش الشوية غير في اول صوج يعني تلاقيه محمر شوية لان الفرن ما بيبقى استخن قوي يعني اول صوج ده بيكون يعني تجربة ان انت بتجرب فيه لكن الباقي كله مولحتش دايما انت شايفيك كله احمر زي بعضه عندي باقي اللي هيخلي لونه اصفر وحالو جايبة مربة المشمش كريمي يعني بقولك بصي فيه انواع طبعا اللي هي بتاعت الاكل والكريمي دي بتاعت اي حلويات لو انت مش هتحطي مربة او مش عاوزة تكلفي كتير وتجيبي مربة بتعملي اي اول ما بيطلع من الفرن مية وعليها شوية زيت وبالفرشة زي ما بعمل بالمربة كده هتبدأ ايه على كل واحدة يعني تراشراش بسيط كده لو انت عندك البخاخة يا سلام حلوة اوي هتسهل عليك وضغطيها هتلاقي ينهر ابيض طرية وزي الفرن لو اول ما طلحتيها من الفرن حسيت ان هي نشفة ما تلاقيش خالصها تطرى مني شايفين بقى المربة ديتها لمعة ازاي وكمان بتكون طعمها خطير المربة فيها المربة المشمش بيبقى فيها مزيزة شوية بتدي لأي معجنات طعم حلو قوي شايفين شكلها والكريمي ديها طعم حلو قم يوري ولادك ان انت بتعرفي تعملي اي حاجة صدقيني ما تقوليش ما بعرفش بصي بقى بصي الجمال والحلاوة والطعم اللي بجد بجد سهلة ما خدتش مني مجبوط خالص ولا اخدت مني وقت هي كرة واحدة عملتها بصي بقى الهشاشين بتاعت العجينة علشان سيبتها خمرت اهم حاجة اللي هيطلع لك الشكل اللي انت شايفيه ان انت تسيبيها تخمر التوريقات طبعا زي ما قلتلك اللي الزبدة والنشا النشا هو اللي بيخليها كمان بتورق كده لكن الهشاشين اللي انتو شايفينه ان انت بتسيبيها تخمر وبتسويها كويس ما تحطهاش على الصجة من تحت هتتحرق من غير ما تستوي من جوه لا انتو حطيها على الشبكة ولو لقتيها من تحت حمرت ومن فوق شايفين من تحت عملت زي من فوق كلها سوى واحد هتولعي الشوية زي ما قلتلك يا نهر ابيض يعني ده ما يتقلهش فعلا سيدي يا سيدي يا نهر ابيض عالجمال بزمتك ده ما يستهلش لايك منك وكلمة حلوة منبؤك يلا كده ومتشجعي وفرح ولادك وانت كمان هتفرح بالنتيجة اللي انت طلحت بها يلا اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد ما تنسينيش بقى باللايك والشير والسبسكرام عشان يوصل لكم كل جديد اشوفكم ان شاء الله على خير مع الفي سلام